النبي جعل عليه السلام إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها الله أكبر قصما بالله العظيم لو الغربيون عندهم مثل هذا النص لحتلقي مروس ترويسات أمام كل جامعة وكل معهد علمي ولا ما صحيح وكل كل يد زراع إلهام النبي قال لك أنت مخلوق لكي تعمر طبعا هذه كلها لا أعرف استخصاء لا يوجد علاقة بموضوعنا الأصلي موضوعنا الأصلي فكرنا في الأشياء الأساسين ما فرض نجف عليها لم أحب أن أجهلكم بأشياء موجودة في النات موجودة في الكتب المختصة كثير جدا يعني على فكرة أنا قرأت كتب هذا الموضوع من زمان وما زلت أقرأ أيضا لا يوجد الكتب لعلماء كبار معظمها تفصيل في العنوين التي ذكرناها يعني مثلا أقول لك البحث عن الحياة مثلا في الكواكب الداخلية التي هي مثلا أقمار المشتري وأقمار زحل بالذات وبعدين المريخ نفسك كوكب 200-300 صفحة تفصيل في كل شيء ورحلة رحلة ما بلزمنا هذا موجودة المختصين المادة العلمية موجودة عتيدة حاضرة تجيها في مواقعها نحن حبينا نأخذ التصور نظري العام الموقف من هذه القضية في ولا في شيء وإيش المفارقة وإيش جوابات المحتملة وإيش كده 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 وخرجنا بنتيجة مهمة جدا أن العلماء في مجمليهم في الميدان طبعا في الميدان في التخصص هذا ما زالوا مسكونين بهاجس وهوس وجود هذه الحياة وما زالوا مسرين على مواصلة البحث ومواصلة التقصي وقال لك ممكن في مئة أو مئة سنة إن شاء الله نصل ويتحقق الأمل عسى أن يكون قريبة من ناحية دينية هل ممكن يصير هذا؟ أنا برجح أنه ممكن من ناحية دينية لأنه ربنا إيش قال في آية الشورى ونختم بها قال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب وشوف التذيير العجيب ختام الآية وهو على جمعهم إذا يشاء قدير الله أكبر الله أكبر طبعا ترجع لكل التفسير يقول لك وهو على جمعهم للحشر والحساب والسؤال وارب طبعا هذا اسمه الجمع ليوم الجمع ذلك يوم التغابن اسمه يوم الجمع قل يجمع وبين أنا ربنا ممكن يكون يوم القيام آه وممكن يكون لا أنا برجح أنه في الآية هذه لا ليس المقصود بالجمع هنا جمع المبعوثين المنشورين للحساب لا طبعا ما والآية فيها فيها الدليل المؤشر لقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء هذا الجمع اليوم القيامة معلق بالمشيئة انسى يوم القيامة كتب على نفسه لا يجمع عنكم انسى موضوع هذا في أعلى درجات التأكيد حاصل حاصل مش معلق بالمشيئة أبدا عندك أنت يتحدث عن يوم الحشر والنشر كذا معلقة بالمشيئة أبدا أبدا أنه هذا حاصل حاصل وأكثر يقينية من وجودك نفسي الآن في هذه الحياة هنا الله قيدها بالمشيئة قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير لا إله إلا الله معنى الأرجح أنها في الدنيا هناك كمان لطيفة أخرى في الآية ما هي قال قال إي يشاء يذهبكم ويأتي بخلق لأن إن هذه هذه تعمل أرى إن يشاء مش إي يشاء إي يشاء طبعا جازمة تجزم في الإعراب ولا تجزم في المعنى ولا تجزم في المعنى لما نستخدم إن إعرابيا هي عاملة جازمة لكن المعنى ما يكون مجزوم به المعنى بيكون أي فيه تردد عكس إذا إذا غير عاملة فتقولش إذ إذا يشاء لا إذا يشاء إذا يشاء الله فعل إذا يشاء شفت معنىها مجزمة والمعنى مجزوم شفت ممنوع تقول مثلا إيش إن طلعت الشمس وإيش أتيتك غلط إذا طلعت ليش لأن الشمس ستطلع ستطلع إنسى لا تقول إن طلعت الشمس إذا طلعت الشمس إذا طلعت الشمس أتيتك واضح ليش لأنه في جزم في المعنى ستطلع ستطلع فالله قال وهو على جمعهم إي يشاء قدير ولا إذا يشاء معنى ها في جزم إيش بمحتوى المشية حيصير لا إله إلا الله فالله أعطانا بروميس أو وعد هنا حييجي يوم من الأيام ويجتمع سكان إيش الكواكب أهل الأرض بسكان إيش الكواكب والعوالم إيه العلوية لا إله إلا الله وهو على جمعهم إذا يشاء إيصح تقول لي يوم القيامة كيف يوم القيامة مقيدة بالمشيئة لا هذا في الدنيا وهذا من بداع كتاب الله إذا كنت هذه الآية فعلا إذا بدك آية مفتاحية في الحياة العاقلة في الكون وإمكان التواصل معها آية الشورى أنه فيها أكثر من دلالة دواب موجودة في السماوات وفي الأرض وحيجتمعه في يوم الأيام لما الله شاء وقال لك أنا حشاء لنعبر بإذا وليس بإن أنا حاصل حاصل الموضوع حاصل حاصل بإذن الله وزي ما قلنا مرة أخرى هذا يكفينا كمسلمين في إلهامنا بماذا باحترام هذه الأبحاث ثم إن شاء الله في خطوة موفقة سعيدة لاحقة بماذا بالشبك معها والإسهام فيها إن شاء الله يجينا يوم هيك حلو أن عنا عصام حجي الشاب العالم الكبير هذا قبل وفاروق الباز بس هذو كما قلنا يعني قلة قليلة بدنا مئة فاروق الباز أو مئة عصام حجي بدنا لازم شيء يتناسب مع عددنا يتناسب مع حجمنا لكن نحتاج نحتاج كما قلت إلى أن نؤصل حب العلم شغف العلم في أبنائنا لذلك ما أقوم به أنا أعرف شاذ 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 بالمرة ما معقول تيجع من برجمعة تقول لهم كارسيجان والكون والكواكب والكوكبات والنبل والسدو لا بس أنا بشوف هذا أكثر من معقول لما يكون عندي كتاب زي هذا صح أو لا هذا القرآن نفسه ومش نازل اليوم علي لو ينزل اليوم زهيك ما قلت طب معقول هذا السقف المعرفي هذا من 1500 سنة نزل ومن يوم ما نزل وهو بتكلف هذه الموضوعات وبعطي فيها إشارات موحية وملهمة ولافتة جدا كفيني هذا كفيني